اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين لسياحة والمعارض سعادت السيد زايد بن راشد الزياني بوزير التراث والسياحة بسلطنة عمان الشقيقة معالي الأستاذ سالم بن محمد المحروقي والوفد المرافق له بحضور عدد من المسؤولين في كل الجانبين نعم جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية العريقة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة وتفعيل العمل المشترك في القطاع السياحي بين البلدين الشقيقين بهذه المناسبة أشار سعادة الوزير إلى مثل هذه اللقاءات الأخوية لها عظيم الأثر في إثراء القطاع السياحي في دول الخليج خصوصا لتقارب المقاومات السياحية الجاذبة للأسواق السياحية العالمية وتفعيل السياحة البينية مؤكدا في ذات السياق دعم الحكومة الموقرة لكافة الأفكار والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز هذه العلاقات الثنائية وتطويرها تحقيقا للرؤى وتطلعات حكومتي البلدين خلال أعمال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة ومسيرة العمل الخليجي المشترك خصوصا في مجالات الترويج والاستثمار السياحي والتراثي كما جرى استعراض الخطط والبرامج السياحية لاستراتيجية البحرين السياحية 2022-2026